الجزء السادس بالتحديد حصل فيه تغيرات دراماتيكية لو صح الكلام يعني بالتعبير الكلاسيكي كده من هدية لمربوحة وده كان الانتقال الناعم أو الانقلاب الناعم جبتيها ازاي دي؟ والله احنا اول ما قعدنا نعطل طبعا مع مؤلفي الأجزاء الصابقة والحالي طبعا عزو سقر مصطفى سقر ومحمد عز اول ما طلبوا مني ان انا اشاركهم السيزن ده ففي الجلسات الاولى بدأنا هما كانوا يقول ان هما كانوا اضحاب فكرة اقتراح ان هي شخصية نسائية جديدة مش هدية مش انتداد هدية تكون شخصية جديدة بطولة نسائية فعدنا نبني شخصية مربوحة وكان الهدف الرئيسي في بناها يعني في الكاركتر تروفايل تعهن هي تكون بعيدة كل البعد عن شخصية هدية الاعتبارات كثيرة منطقية الحقيقة ان اولا ارتباط العطيفي لجمهور بالشخصية هدية واحنا شعب عطيفي انتوارت عطفيا مع اللي بيحبوه فهم مرتبطين طعم بالكبير وهدية كبير وهدية فما كانش فيه فيه متاس بالعلاقة المقدسة عند الجمهور فما كانش فيه حل غير ان احنا نعوم على عم الناس يعني الناس مش عايدين حد جرهدية فابو احنا مش عايدين حد جرهدية كبير مش عايد حد جرهدية ولازم كبير احنا كان مش عايدين كبير وعاد عايز حد عايز جرهدية فعملنا شخصية انه هو اجبر على الجواز من مربوحة لأتوارت بقى حضرتك ما شوفتش المسالفة لأستاذ بقى فرق بيعودوا يحكولي والله ولادي مدمنين الكبير عموما طب تشدر يعني شاركنا شاركنا الفرحة لأ هعمل كده والله اي ارجوك فجد بقى مربوحة ان احنا نبعد عنها بخط رام جديد بقى خالص بكاركتر كروفال جديد عشان مبقاش فيه مقارنة خالص بينها وبينها دي اما عن وجودها بقى فكان ضروري ان احنا زيان بقول كان بقول قانم يعني لازم نخش كده ايه بحذر ان هي تبقى في الاول فعلا مش متقبلة من الكبير وعيلته وان هما يصطدموا بعد ثم يحصل شوية مفارقات يعني تخش كده ايه تتسرسب كده وده الحمد لله نجحنا فيه بفضل ربنا يعني الحمد لله وانا احبوها جدا جدا قصة الكبيرة فحت دي اختراع مين بقى اختراعك برضو ولا ايه اختراع احنا قعدنا في البرينستورنج او العصف الزين يعني ان هو برضو يعني كانت نتيجة لان الكبير ضروري يجبر على الجواز ان هم بقاش عايز يجب هو رافض جواز لان هو بيحد هدية بس فيه حاجة حاجة يجبره ومين بقى ليه افرهان بقى ومين ليه يدعو يقول يا عكري ما فيه وما فيه حد ده كبير شكرا لازم بقى نجيبك كبيرة فحت من الجبل بقى من مصاريب الجبل علشان هي بقى تبقى عمته وليها القوة اللي غاشية مدينة هتجبره بالقوة يعني ان هو يتجاوزها فطلعت بقى الكبيرة فحت بقى وعدنا اللي رسمها بقى واحدة واحدة لغاية لما طلت انت مش مظبوط فيه بالحاجة دي لا بصراحة يعني انا عجبني التوليفة واللي عجبني جدا الباز اللي اتعامل بحوالين المسلسل لانه انا كنت حتى امبرح بقول يا جماعة من كم الناس اللي بتتكلم عن المسلسل ايجابيا وعلى مستويات المشاهدة بتاعته فسحب البصات سحبة من اخرين كثر بصرص النظر هم مين بس يعني سحب البصات سحب البصات وتوقيت العرض بصي يا التوليفة كلها يعني اكتر من رائعة عايزين نشكرك يا سارة بجد والله على مشاركتك في العمل ده لان انا شايف انها مشاركة بالتأكيد ايجابية وفعالة جدا سارة هجرس طبعا انا عندي اكيد انحياز لسارة سعدة هجرس